شكراً مجلس النواب يتعامل مع الامتيازات والمخصصات التقاعدية التي منحها لأعضائه في قانونه الجديد بسرية تامة خشية الانتقادات والغضب الشعبي مع قرب الانتخابات البرلمانية القادمة سرية تلك القوانين كشفتها صحيفة المدى حيث نقلت عن مقرر مجلس النواب عماد يوحنى قوله إن قانون تقاعد النواب منح زيادة في سنوات خدمة النائب التقاعدية لمن لم يمتلك خمس عشرة سنة خدمة فعلية وألزم بعلاج نائب داخل العراق أو خارجه إذا تعذر علاجه داخلياً التشريع الجديد خصص خمس سيارات مصفحة لرئيس مجلس نواب وثلاثاً لكل من نائبيه في الوقت الذي حدد ستة عشر عنصر حماية لكل نائب الدائرة الإعلامية على غير العادة لم تنشر مسودة قانون مجلس نواب وتشكيلاته على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة أيام على إقراره من قبل المجلس الأمر الذي أثار الشكوك وطرح الكثير من علامات الاستفهام النائب يوحنى أشار إلى أن أسباب هذا التأخر يعود إلى كثرة التعديلات التي تمت إضافتها على مقترح القانون والتي تتطلب مراجعة وتدقيقاً من قبل الدوائر البرلمانية المختصة قانون مجلس النواب تضمن مجموعة من الامتيازات التي وصفت بأنها غير مبررة وتتناقض مع معايير العدلة الإجتماعية كونها منحت النواب رواتب تقاعدية خارج سياقات قانون التقاعد المعمول به حالياً أما عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب زينب السهلان فقد أكدت أن الامتيازات التي ضمنت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته أقل بكثير من المخصصات المالية لمجلس الوزراء كل ذلك يؤكد أن الدخل القومي في العراق وإرادات النفط تستنزف لمجموعة عقيمة لم تقدم للعراق سوى مزيد من الأزمات التي أعادته عقوداً إلى الوراء